هل تستطيع فيسبوك التجسس على محتوى الرسائل الموجود في الواتساب؟ طبعا في عام 2014 أو 2015 بعد الحملة الكبيرة التي تمت على شركة فيسبوك قامت بإضافة طبقة حماية تسمى الانتو انكريبشن التشفير من الند إلى الند فما تستطيع بالتالي شركات تطلع على الرسائل داخل تطبيق الواتساب ولكن هذا لا يعني بأن شركة فيسبوك لن تستطيع وفق السياسة الجديدة خاصة الاطلاع على ما يفضله المستخدم بطريقة أو بأخرى ما يكرهه هذا المستخدم بالتالي أستطيع معرفة ما أحتاج أني أعرف ما هي الرسائل أو ما هو محتوها بقدر ما يهمني أني أعرف من هو هذا الشخص الذي فعلا أستطيع أن أستهدفوه بالرسائل الإعلانية بطريقة أو بأخرى هم يعرفون لكن سؤالي على التشفير مشفر الرسائل صحيح يمكنون يوصولوا المحتوى الرسائل أو ما يمكنون شوف فيه إجابتين صراحة فيه الإجابة العامة أنه التشفير الند إلى الند لا يستطيع أحد فكه ولكن الإجابة الثانية أن هناك ما يسمى البوابات الخلفية في الشركات تستطيع فك التشفير بأي طريقة كانت لذلك صحيح أن تشفير الند إلى الند أو أنتو أنت إنكريبشن لا يستطيع المزود الخدمة على سبيل المثال فك تشفير الرسائل لأنه مفتاح فك التشفير هذا لا تملك إلا للشركة الأم مثل فيسبوك لكن إذا أرادت شركة الأم فيسبوك أن تقوم بفك تشفير هذه الرسائل ستستطيع بطريقة أو بأخرى وبشكل سريع جدا طيب هم قالوا إذا